أشهد رئيس عبدالفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعيدة خلال الفترة الأخيرة معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لسيما على المستويين الاقتصادي والتجارية وذلك من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الملك لوي فليب ملك بلجيكا وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك فليب ارحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات خاصة في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر كما أشهد الملك فليب بالدول المحورية الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعيج بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمية